اتقان العبادة واتقان العمل الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون واشدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشدوا ان سيدنا ونبينا محمدا اعبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقد خص ديننا الحنيف اعهد الشباب بمزيد من العناية والاهتمام ونبه على دوره في بناء الذات وتكوينها فالشباب ربيع الحياة والعمر وعهد اكتمال البناء الجسدي والنضج العقلي حيث يقول الحق سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير كما ارشدنا الشرع الحنيف الى ضرورة اغتنام عهد الشباب بما ينفع النفس والدين والوطن عبادة وعملا حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع خصال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه ولم يأمرنا الشرع الشريف بمجرد اغتنام عهد الشباب بالعبادة والعمل انما امرنا كذلك بالاتقان والاحسان والتميز فيهما حيث يقول الحق سبحانه واحسنوا ان الله يحب المحسنين ويقول سبحانه ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويقول عز وجل واحسن كما احسن الله اليك ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه والاتقان في العبادة يكون بادائها اداء صحيحا واتمام شروطها واركانها واستيفاء سننها وادابها حيث يقول الحق سبحانه في شأن الصلاة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ويقول سبحانه في شأن الزكاة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد وفي شأن الصيام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفف يومئذ ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقول ان امرء صائم ويقول سيدنا جابر رضي الله عنه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ويقول سبحانه في شأن الحج واكم الحج والعمرة لله ويقول سبحانه فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشهد ذكرى وقد شمل الامر بالاتقان شأن تكفين الميت وتجهيزه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين لا شك ان اتقان العمل سبيل الامم المتحضرة التي يحملها حبها لاوطانها ووعيها بدورها في رقيه وتقدمه على احسان العمل وتجويده والتميز فيه وهو خير سبيل لغتنام قدرات الشباب وطاقاتهم فيما يخدم الدين والوطن فكثير من مظاهر التقدم والتطور الذي يعيشه العالم في العصر الحديث في شتى المجالات قائم على اكتاف الشباب الذين اسهموا بجهدهم واتقانهم في خدمة الانسانية على اننا نؤكد انه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في امور دنيانا فان تفوقنا في امور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا وانه لن يكون ذلك التفوق الا بان نجعل من اتقان العمل ثقافة عامة في كل شيء في العلم والصناعة والثقافة والعمل الحرفي والمهني بل وفي جميع جوانب حياتنا مدركين ان اتقان العمل واجب تحتمه تعاليمنا الشرعية وروحنا الوطنية وان العمل يتحول الى عبادة ما دام مقرونا بشرف القصد وسمو الغاية حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في رجل تعجب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه واتقانه ان كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله وان كان خرج يسعى على اهله ففي سبيل الله اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه واحفظ مصر واهلها من كل سوء ومكروه